السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلويات وبيضة لما ان شاء الله وكالعادة وصفة رائعة وهي حرشة بالحليب اللي تدخل للفرن وكتجيها الشورطة من داخل اتمنى ان الوصفة تنال اعجابكم والطريقة تكون سهلة وبسيطة فتابعوا معي الفيديو باش تكتشفوا المكونات وكذلك طريقة تحضير وفرجة ممتعة اذا بسم الله على بركة الله بالنسبة للمكونات اللي سيحتاجون 200 جرام سميدة رقيقة 100 جرام كوك او جوز الهن بيضة واحدة جوج خمارات 7 جرام يعني 14 جرام احتاجوا القليل من الملح ملعقة كبيرة من الزبدة احتاجوا 70 مل زيت المائدة 80 جرام ساندة 40 جرام حليب احتاجوا لنكهة الفانيليا السائلة ممكن تعاوضها بالفانيليا الحبيبات ونحتاجوا البرش حامضة او ليمونة ونضعوا على بركة الله اول شيء ناخذ السميدة ثم نضيف لها جوز الهند او الكوك الزبدة الزبدة زيت المائدة سوف نقوم تسبب الزبدة المكوينة ونحن نضيف جيدا يعني لنفل هذا السميدة مع الكوك بالزبدة وكذلك بالزيت الآن نضيف الملح برش ليمونة ثم نضيف نكهة الفانيليا نضيف الملح ثم نضيف السكر نضيف الملح نضيف الملح نضيف العجين ثم نضيف الملح نضيف ثقافة نضيف الحليب ثم نضيف 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 نكتافي وغرب الفوية فقط في التحريك كما ترى معي انا قمت بتربع كامل سافي يجب ان يكون القوام بهذا الشكل كما ترى معي ثم نضيف الخمارات أثناء انا سخنت الفورم سخنته على 200 درجة سوف ندخل الحرشة ونقوم بتقريبا 21 دقائق بعد ان اكملت تخلاص الحرشة سوف نضعها في هذا المول سوف نضعها بالسبدة سوف نضع هذا الهرشة سوف ندخل الفرن سوف ندخل الفرن سوف نطلقه سوف نشوف الشكل النهائي هذا هو الشكل النهائي الحرشة اليوم التي تجي رائعة لديدة جدا تجي شاشة ورطبة من داخل نتمنى انكم تجربوها في الطريقة سهلة وبسيطة والمكونات كذلك في المتناول ومكونات اقتصادية جدا فنتمنى اذا عجبكم الفيديو تخليوا لي لايك وكذلك تشاركوا في القناة لك انتم اول مرة تلتحقوا بها فمعلكم الى الضغط على زر الاشتراك اسفل الفيديو مع تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد وصفاتي وكنشكركم دائما على حصل المتابعة والوفاء ونقل لكم تلقاهم على فيديوهات جديدة ان شاء الله ففي امان الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة